مقابيون أن بداية تصحيح الوضع العمالي في لبنان يجب أن ينطلق من تعديل النظام الداخلي للاتحاد العمالي العام لتصبح قدرة كل اتحاد في داخله على التصويت تحدد بحسب عدد المنتسبين إليه وبذلك تتعطل مآثر وزارات العمل المتعاقبة في شأن تفريخ الاتحادات الوهمية من هنا ينطلق السجال في شأن دور هذه الوزارة دور يندرج ضمن الوساطة النزيهة في نظام اقتصادي وسياسي سيمته كما حددت هودته مقدمة الدستور السيم الليبرالي لما أنت ببلد وبدك تجي تعمل وسيط أو تفاوض بين أطراف إنتاج بده يكون فيه توازن ولو نسبة بين هالطرافين ما يكون واحد لاقت التاني على رأبته قادر يخنقه ويبتزه ويهدده بأي لحظة بهيك حالي قبل ما يكون وسيط وزير العمل بده يكون عادل فيه تكافؤ بين أصحاب العمل وبين العمال مش صحيح الكلام أنه نظامنا يميل إلى أصحاب العمل على الأقل في النصوص الوضعية في الممارسة موضوع آخر في لبنان ما في حوار اجتماعي في عهر وجشع من جهة وفي تأصل للهزيمة وكسر شوكي من الجهة التانية هذا الوضع الحقيقي مش وضع نحن نمنى بألمانيا أو بالسويد مش هناك شيء لبناني بيراحوا بيروحوا يهاجروا على السويد وما شفت كثير سويدي بيجوا بيهاجروا على لبنان قد ما العيشي هون فيها احترام لكرامة الناس لردم الهوى بين طرفي الإنتاج يجمع النقابيون القدامى على ضرورة توقيع لبنان على اتفاقية مؤتمر العمل الدولي رقم 87 التي وقعتها أكثر من 160 دولة ساخرين من تحفظ الحكومة اللبنانية على مادتها الثانية التي تعبر عن فحوى الاتفاقية لجهة السماح بتأسيس النقابات من دون ترخيص تحفظ يعلله جريساته منكون عم نتفادى مسألتين طفرة وعدم إمكانية التوثيق ولكن المسألة تانية الاختبار بموضوع العلم والخبر للأحزاب السياسية لم يأتي بنجاحات باهرة ولكن ليش لا تمارس الرقابة اللاحقة وترجع بتحلك؟ ليك بلبنان هو بلد التسوي بامتياز وبالتالي عندما تنشأ حالة قانونية وعندما يشأ وضع قانوني من الصعب جدا إزالته غير أن المستغرب أن لبنان وقع عام 72 على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الأمم المتحدة والذي يكفل الحق بتأسيس النقابات من دون قيود هذا العهد ملزم للدول اللبنانية طبعا الدول اللبنانية دخل حيث تنفيذ بال76 ما كلفت حالة عن أن تصحح النصوص القانونية السابقة اللي صارت مخالفة لهذا العهد بقى بقي هذا الالتباس وللأسف لا يعتد حتى اليوم إداريا بهذه العهود المتقدمة وبعض من مسكين بالنص الأديم إذن في غياب أي مظهر من مظاهر الدولة لن يصلح ما بالعمال حتى يصلحوا ما بأنفسهم تحت أعين وزارات العمل المتعاقبة والتي تمتلك مفاتيح الحل والرب سقط الاتحاد العمالي العام في امتحان السياسة قبل أن تظهر هيئة التنصيق والامتحانات الكثيرة لا تزالوا أمامها جود غصن قناة الجديد